موضوعنا الثاني اللي هو أيضا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو عن رجل ينجو بإعجوبة من الموت هذا الرجل أيضا صور الحادث للسيارة انتشر بطريقة مخيفة فبالتالي رجل يصلي صلاة شكر بعد نجاته من الموت بإعجوبة اللي صار هو نجا نحو ثمانية أشخاص من الموت المحقق بعد حادث سير مروع شهدته أحد البلدات التركية وكان من بينهم رجل انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يصلي ركعتي شكر فبالتالي أن هذا الرجل نجا من حادث السير المروع بالإضافة لهذا طبعا استثار باهتمام المواقع والصحف العالمية والمحلية حيث توجه مباشرة بعد الحادث إلى الصندوق الخلفي لسيارته وأخرج منها السجادة وصل ركعتين وكشفت الصحيفة أن سيارة الرجل اصطدمت بمركبة العبور التي تقل ثمانية من عمال الغابات في منطقة في أحد المناطق التركية وطبعا كانت هنا لم تتمكن سيارة من التوقف إلا بالدحرجة على مسافة فوق 120 متر فبالتالي فعلا هو هذا الرجل نجا بإعجوبة أكيد طبعا يعني سبحان الله اليوم بهذا الحادث اللي شفناه إحنا يمكن إذا نشوف هذه الصورة نتوقع أنه مستحيل أحد ينجو من هذا الحادث بس أكيد هذا الإنسان بعد ما نقول بالعامية بعد إلى خبزة بالدنيا أكيد إلى حياة ورب العالمين قاسم له هذه الحياة فيعني اليوم إحنا دائما نقول أنه بلتأني السلامة دائما نقول أنه أنتوا لازم تقودون بطريقة حذرة جدا حتى تحافظون على أرواحكم لأنه ممكن أنت تعرف السوق ومسيطر على الوضع بس أنت متعرف المقابل ممكن يكون رجال شبير بالعمر ممكن يكون طفل ممكن يكون متهور ممكن يكون أنه هو أي تفصيلة ثانية تخليه أنه هو يتهور بالقيادة فبالتالي أنت لازم تكون حذر تكون صح صح 24 على 24 حتى تحاول تحمي نفسك وأيضا تحمي الآخرين هذا الجانب الأول الجانب الثاني أنه أيضا أنتوا لازم تحاولون تبتعدون عن الأشياء كلها اللي تخليكم تقودون بسرعة وممكن تعرضون حياتكم للخطر هذا بالنسبة للموضوع الثاني اللي رصدنا لكم على